ليه بنحصل نقع ويبقى فيه فطور وكده عشان احنا غفلنا عن واحد واثنين وزودنا غفلنا عن التفكر وزيادة الامر وركزنا على الاعمال بدأنا في الوقت اللي هو المفروض احنا نحصد فيه حصاد الايمان بدأت اول رمضان ما تبدأش اول رمضان اكبر كارثة و اكبر خطر انك تبدأ اول رمضان ابدأ من دلوقتي من قبل رمضان ودع يا رب اجبرني يا رب في قوافل السير اللي عمالة تستعدلك بقالها يا رب اشوف يستعدوا بقالهم قد يهيه معلى احتساب ان انا باهتسب على الله سبحانه وتعالى صيام النهار باهتسب على الله سبحانه وتعالى ان انا اه له عشان يدي الصيام يشفع لي القبر ياوقم اannée وقفنا ما بيننا وما بين Ribبنا وبينئده ربنا يأتى الصيام يش pet really ونحتسب عند الله هذا الامر ان الصيام يبقى شفية لله ونحتسب من صيامanna ايه مش بس في القار eliminated الله وان شاء الله يارب عند ربنا ازا دخل الانسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الإنسان قبرة فإن كان مؤمنا أحفى بيع الصلاة والصيام ويجي القرآن برضو فأتيه الملك من نحو الصلاة فترده ويجي نحو الصيام فيرده فيناديه يجلس فيجلس وبعدين يسأل يمحج عنه ويجي القرآن أنيسه في القبر لما أقول قيمة رمضان وان عايزة هيئ نفسي والكلام ده آه شوف انت داخل على إيه نجاتك وعذقك من النار هي في رمضان هو في رمضان لما أقول أنا نقعد ننشغل بقى نعمل ننشغل إن إيه لقوم جاي محضرين قادي نفضوا البيت واشتغلوا في تنفيذ البيت احنا ما بنقولش ما تنفضيش وما تعمليش وما تروقيش وما تنظميش ولكن اسمعي وتأجلي السماع حتى مجرد سماع الخير المحاضر ست شغالي المحاضرات وانت بتعمل وتبقي كده عملتي يعني في وقت واحد إن أنت خدت أكتر من حاجة وحق أأتيها وانت بتعملي حاجة لما أجأ أقول أنا محتاجة والله يا جماعة أنا محتاجة إن أنا أهيأ نفسك لكي قبل ما أقولك لأن أنا هديكي تكاليف بعد كده في القامة الجاية في تكاليف عليكي أولاد هتعديهم إزاي علي بيت هتعمل معاه إيه هو ده اللي المفروض إن أنا أعمله آخر حاجة أحب أكلمكوا فيها إزاي إن أنا أنظم حالي بصوا جماعة موضوع جدول التعاط اللي أنا أحب أكلمكوا فيه جدول التعاط إحنا عملنا جدول جزير إيه وذلك إحنا عملنا جدول وعملوا مشين عليهم وخلاص وعملنا جدول وعصل مش عارف إيه وراح خلاص طب تعملي ايه الشرط على نفسي اللي التزام بالأمر واختاره جدول انت تعرف تنفذي عشان لا نيأس ولا نضعف ولا الكلام ده اختار جدول فيه من الطعاط اللي سهل علي انا انفذه مش تقوم جاية مختارة جدول ومبهدلة الدنيا فيأسى فسبتي فانتهيت لا مش عايزة كده نقطة كمان من الحاجات الجميلة اللي تساعدك على الامر تنظيم اليوم والصيام من دلوقتي طبعا فيه رأي على الصيام النصف التاني من شعبان لكن ينفع لحد يعني قبل يوم الشك لو انت عليك من الايام وعليك وكذا الصيام بيرطب القلب وتبقي دخلة حتى مستعدة للامر ده واعمل جدول للنوم مش يبقى ليلي نهاري ونهاري ليلي وضيع البتاعه نقول لك بس انا صايمين فاحنا نايمين لأ ده انت القص انك انت تعتمش يعني انك انت تحس وتستشعر معنى الصيام ذات نفسه كل دي اخد بالاسباب وكل دي معاني ومعارف ومعلومات وان انا ادرك وغير ادراكي وقناعاتي كل ده واستعين بالله استعين بالله بقى في النهاية يلوبكو سواب يا رب عني عني على الشهر الكريم يا رب اشرح حال اولاد اشرح قلبي يا رب ان انا استقبل هذا الامر يا رب عني من دلوقتي على تنظيم نومي على جدول على الصيام على الصلاة على وقتها السنن النوافل اتصدق اجيب اولادي واعملهم ان شاء الله الخطوات العمالية نقولها لكم الحلقة الجاية باذن الله اشتركوا في القناة